مرحبا ختماغي أهلا فيك الاسم جابرييل جون فاضر هاي جابرييل فاضر هاي جابرييل فاضر هاي اطلع معك انا العابر اي 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 اذكرتك اي اهلا جابرييل فضع ربي باركك ربي باركك بدك تشرحيننا بس ختماغي عن المسيحية الارتوذوكس يعني طائفة الارتوذوكس والكاثوليك تمام والطقوس يعني كتير يعني انا هون باليونان يسألوني انه انتو بتروحوا على الكنيسة سوري يعني واحدة كاتيرينا تبع المجمع سألتني قالت انتو ما بتروحوا داخل الكنيسة تلا المسيح قال انو ما نجتمع اثنين او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم يعني بيتي هلا يعني اجلس مع ناس ابرك مع ناس درسهم الكتاب المقدس صارت كنيسة تمام فبدي ايك تشرحين اخو تماغي يعني اكتر عن الارتوذوكس يعني في ناس بيحكوا لي انو ما بيقامنوا انو المسيح رح يرجع تمام والكاثوليك كمان لا 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 تصدق شوف نحن غلط نتداول الشائعات اللي بيقولوا ناس غير مثقفين او عم يستادوا بالمية العكرة الطوائف المسيحية كلها ايمانة مبنية على الكتاب المقدس هلأ في منهم تقصيين اكتر مهتمين بالتقوس اكتر في منهم مهتمين بالمواهب الروح القدس اكتر في منهم اللي طلعوا برا التقوس صاروا وقصص مانا موجودة بالكتاب ايضا ضافوا بحياتهم يقوموا فيها ولكن الشي الثابت اللي بيجتمعوا عليه الكل واحد موجود بالكتاب المقدس ما فيه ابدا ولا طايفة مسيحية بتقولك المسيح ولد كذا أو كذا المسيح صليب كذا أبدا كله بيقامل نفس الإيمان الموجود بالكتاب المقدس وإلا ما كانوا بيكونوا طواقف مسيحية أساسا ببقى بعمل حلقة عن الطقوس عن الطواقف كيف بلشت كيف انشقت عن بعضة إلى آخره يعني ممكن مهتمة ممكن أعمل حلقة عن الطقوس ولكن يعني حتى نحنا لك شوف عطول النقيضين أنا بقول شغلي النقيضين بيخدموا الشيطان يعني كترة التبعية لرجال الدين وكترة التقوس بتضيع بتطفي الروح القدس بتطفي الروح القدس بتحول الإنسان بيرجع الإنسان لأيام العبودية اللي كان فيها على دور اليهود بيعمل كذا بيتقرب بكذا لازم يفود أجره اليمين ولا الشمال لازم ينحني هون يوقف هون يلبس كذا هاي كله صار هو رجع رجع حاله للعبودية نحنا بالمسيح صرنا أبناء بالمسيح سكن فينا الروح القدس اللي هو يروح الله الهيكل اللي كانوا يروحوا الناس يتقربوا منه صرنا نحنا الهيكل صرنا نحنا الهيكل الروح القدس موجود جواتك بس بنفس الوقت شوف النقيض كمان بيخدم إبليس ما فينا نحتقر الكنائس ما فينا نقول العالم لا تروحوا كنائس ما فينا نحنا نقول العالم أسرار الكنيسة ممكتوبة بالكتاب لأنه كل شي شوف التقوس التقوس اللي عم يقوموا فيها الأرثوديكس والكتلك وغيرها موجود إلى جزور بالكتاب يعني كلها موجود إلى جزر صغير مو الميرون اللي بيعملوا فيه مية الميرون بيحطولها بخور وأطياب وعطور ومر وكذا موجود بالكتاب المقاعدة هني ما جابوا شي من عندهم ولكن هني يعني اللي عليهم لوم واحد بيقول عنه ربنا بسفر الرؤية تركوا محبتهم الأولى البعض منهم تركوا محبتهم الأولى والتقوس غلبتهم يعني اهتموا كيف يشدوا الرعية أكتر الرعية صعب أنك أنت تسيطر عليها صعب التقوس بتسمح لرجل الدين أنه يسيطر على الرعية بتجوا الساعة كذا بتروحوا الساعة كذا بتضبطوا تعا خدوم هون توقف هون وعود هون ربنا بيحاسبك إذا ما عملت كذا فهذا الشي يأمنون الرعية صح أنا ما بقدر أعطي على الكنائس لي لأنه أنا كل الكنيسة بشيل لهم يعني ربنا خلاهم يعملوا شي للمسيحية الكنيسة الأرتوكسية سفكة دماء كتيرة ودفعت شهداء أكتر وحافظت يمكن يمكن لولا الرهبان والكهنة اللي تخبوا بالمغاور من القتل وسفكة دماء يمكن ما وصلنا كتاب نحنا ما عنا كتاب اليوم صح أنا دائماً ببشر بهذا الشي صح طبعاً إنه المعاركة الصليبية صارت الكاتوليكية صارت صح الكاتوليكية في عندهم أمور كتير ما بتتوافق مع الكتاب من التقوس ولكن أيضاً نسبة الانتشار حول العالم كيف نحنا مليارين لو بدنا نقعد ننطر الكنيسة الأرتوكسية الكنيسة الأرتوكسية جداً منغلقة وإرسالياتها جداً بسيطة ومتواضعة ورب يسامحهم معظمهم بيحبوا بطنون كتير بيحبوا المساري كتير ماديين فما كانوا عملوا الكاتوليك هن اللي بعتوا إرساليات وتبشير حول العالم فهن اللي عملوا الامتداد البروتستانتية أو الإنجيلية كمان ربنا سمح فيهم استخدمهم هن اللي عطونا الكتاب المقدس بالعربي نشكر رب نشكر رب صح أنا يعني هلا في عائلتين بالعراق بشرتهم وبدون كنيسة مشان نبعتهم بالعراق يعني نبعتهم على كنيسة نحنا نؤمن إنه ربنا اللي بيشتغل إيمانهم بربنا بيخلي ربنا يشتغل بالكاهن بيغض النظر عن الكنيسة شو هي بس كنت عم قل لك على نقطة لا نحنا نصير عبد التقوس ولا بالمقابل ولا نهين التقوس شوف يعني النقيضين بيخدمهم شميتان كلنا أولاد الله كلنا أولاد الله صح بالزبط فنحنا مطالبين كمسيحيين أنه نفهم بعضنا لو ما يعني أنا ممكن مثلاً ما أمن بكتير قصص بيعملوها بالكنائس وما بعملها مثلاً أنا تشعيل شمعة بعمري ما شعل شمعة ما بحب شعيل شمعة لأنه ما إلى شيء بالكتاب المقدس أنا حتى كانت يعني بالسابق كنت مسلم كنت تروح الكنيسة يشعل شمعة يعني ولكن بنفس الوقت أنا بحترم اللي بيشعله شموع بحترم طريقة عقليتهم بحترم شغلة أنه نحنا مو كلنا على نفس السوية أنا مرة عتبوا علي إخوة إخوة إنجليين قال يا أخت ماغي كيف تقولي بتر الاعتراف في روح الواحد لعند الخوري ليش ما فينو يعترف لربو؟ قلت الله أنا نفسي قلت أني بيعترف لربنا ولكن الناس مو كلنا مثلي في ناس أحسن مني في ناس قبلي شوي بإيمان فهدول بحاجة لشخص يحكوا معه أنا ما فين يكون عثرة وقول للناس خلص أنتوا وربكم اسمح أرواح ممكن أرواح شيطانية تضربهم بدل الروح القدس صحيح صحيح في مرحلة طفولة بيتأسس فيها الإنسان صح محتاج لكنيسة المعمودية بدي كنيسة المناولة بدي كنيسة الرب يسوع علمنا كيف علمنا الرب يسوع نحترم الطقوس هو بذات نفسه راح تعمد على إيد يوحن المعمدان على إيد يوحن المحمدان صحيح هو نفسه لما إجل عنده بترس وقال له شو نعمل ندفع لهم الجزية أو لا قال له روح على سمك يا صيدة طالع منا درهمين ودفع دينارين عني وعنك فإذا هو ورجانا كيف إنه نحنا بدنا نقوم بكل شي بترتيب فما بقدر إجي مني لحال يقول لا الأرثوديكسية غلط لا تروحوا تتناولوا فت خبز وخمر بيبتك هذا الشي ما بيصير صحيح صحيح مشكور راح عندي سؤال ثاني ممكن أخذ ماغي فضاء عندنا يعني بالكتاب المقدس لما تقري بإنجيل متة تمام إنه الرب يسوع المسيح لما خرج له اتنين فيهن أرواح شريرة تمام قالوا له ما لنا وما لك يا يسوع يا ابن الله تمام قال لهم اخرجوا ليش طلبوا الخنازير قال لهم يعني روحوا على الخنازير تمام إنه طلبوا إنه يدخلوا بالخنازير وراحوا الخنازير ونكبوا بالبحر يعني ماتوا تمام ممكن توضيح أخي تكرم معينك أنا أؤمن إنه كل القصة مرأت بي الإنجيل وبالكتاب المقدس بشكل عام ما مرأت لهذاك الزمن فقط هي مرأت لإلنا صح والرب يسوع عطانا رسائل كتير من وراها فأنا قصة الخنازير وقصة اللي كان ملبوس شياطين في إله كتير عبر مو عبرة وحدة أول شي بدنا نشوف شغلة شو قالوا له اللي ملبوس شياطين لما شاف الشياطين شافوا يسوع قالوا له ما لنا ولك يا ابن الله العلي فاليوم لما بيجي حدا يضللني بيقول لي فلان عم يعترف يسوع ابن الله بقول له لا الشياطين اعترفت يسوع ابن الله فمانا هي عبرة فربنا بهاي القصص بهاي القصص حفظني حفظني لحتى انتبه باللي عم بيصير أنا ما حدا يخدعني ويغسني لما بيكون عنا اللي كتاب كمان نفس الشي الشياطين لما طلبت قالوا له خلينا نفوت بالخنازير هذا لا يعطينا الرب يقلنا أنا إلي سلطة على الشياطين ما يجي حدا يقلنا لا الرب هون والشيطان هون وهن مملكتين عم يتنحروا لا ما عم يتنحروا في الرب هون وفي الشيطان هون والغلبة اليد العليا هي للرب فورجانا ان الشياطين بتطلب مضطرة لما بدها تعمل شيء انها تطلب بالطلب اوكي الرب يسوع سمح للي ورجينا انه بيقدر يدخل روحه بالخنازير اوكي لحتى ما يجي حدا بعدين يقلك لا هاي القصة ما قدر علي يسوع او هاي القصة بالارواح خارجة عن سيطرة الرب يسوع كمان في شغلة يقال تهمة كتير لحتى لانه قلنا كل ما اعمله انتو بتعمله متله واعظم منه لحتى نعرف انه نحنا قلنا سلطان على الارواح النجسة نبعتها وين ما بدنا صح وبدون يخضعوا لابناء الرب فهي العبرة في الى كتير ابعاد ولكن هدول الابعاد ثلاثة انا بحبهم كتير من هاي القصة تمام وبدى خبرك بشغلة اخو تماغي اول بس طلعت معك اخد كل الوقت بس بشغلة واحدة بدي بدي اياكي توهرحي معي يعني بدي كمان الاخوة اللي يمكنني يعرفوني تمام تتذكري لما قلتلك انه الرب هداني هدية انه بدي كان بدي منه طفلة تمام تمام ممكن بس ثواني ثواني اخو تماغي ايه تتذكري بس ثواني مشان خلي كل الناس يعرفوا شو هم عنجزة الرب والرب يسوع لما يشتغل بحياة احدى تمام انت كانت مدامتك كانت مدامتك مغلق رحمة وما بتجيب ولاد وطلب الطفلة من الرب يسوع حسب ما قلتلي او يا حبيبتي هاي ميلا يا ربنا يحميها ويقدسها تمام هاي ميلا هاي هدية ربي هاي هدية الهي الرب يسوع المسيح تمام والرب يحافظ علي بقفضة ايدو من الميلاد المشيب باسم يسوع الرب يباركك اخو تماغي واصليلك من كل قلبي انا وعيلتي تمام والرب يبارك حياتك ويبارك خدمتك ويستخدمت اكتر 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 مشان بشري الناس بكلمته الرب يباركك اخ تماغي شكرك كبير اهلا فيك اخو تماغي باي باي سلام ونعمة باي اشتركوا في القناة